هو لازم يعرف حاجة هو ده الواعي هو ده اللي احنا بنقول لازم كل مسؤول في مكان عظم موقعه او صغر لازم عنده الفقه ده هدايا العمال رشوة هدايا العمال رشوة الا انه يبقى ايه بياخدها بصفة بصفة طبيعية انا في صلة بيني وبين شخص ما فبيهديني سواء انا في المنصف ده او لا لكن انا مش بيهديني بشكل عام فالاعلم ان هذا المال رشوة والرشوة كل من يتصل بها ملعون والعيز بالله لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الراشي اللي هو بيدفع والمرتشي اللي بياخد والرائش اليده الاثمة الوسيط الظالم اللي بيوصل من هنا لهنا اللي بيزود من ده وبينقص على ده سمسار الرشوة يعني فكلهم العنون والعزوة طيب لو في شخص تهرب من الضرائب ومن دفع المستحق عليه لفترة من الزمن دكتور ربيع وتابه الى الله ما الذي يجب عليه فعله يعني هل يقبل الله توبته مجرد انه يتوب ولا مطالب انه ياخد بعض الاجراءات شفها ولا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في قضية الزنوب بشكل عام قال ايه؟ قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي آية تانية بقى وسع دائرة المغفرة سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم محدش ابدا يقدر يصادر على انسان او يقول ان باب التوبة في وجهه مغلق ما دام روحه في جسده وما دام لسه ممتع بالصحة والعافية والعقل والادراك وورد في الحديث ان ابليس لما ربنا طرد من الجنة بسبب آدم قال لربنا وعزتك وجلالك لا أزال أضل ابن آدم ما بقيت فيه الروح قال له عزتي وجلالي لا أغلق باب توبتي في وجهه عبدي ما بقيت فيه الروح بس علشان السورة تكتمل او سيد شريف لا زبود ان انا اعمل يباها لان احنا بنشوف في صام عجيب في شخصيات المسلم النهاردة في صام فاضح وفي صام مقزز الحقيقة بتبصل لياخد الرشوة ويروح يعمل عمرة وياخد الرشوة ويروح يقدمها في الحج وياخد الرشوة يتصدق منها ويدبح ويطعم يا أخي الحبيب هذا الفصام في صام مرفوض تماما انت لابد اذا اردت ان تتوبة توبة صادقة نصوحا لله سبحانه وتعالى من مكونات هذه التوبة ان انت ترد الحقوق الى اصحابه يعني الاقلاع عن الزنب ما يفعش توبة انا بعمل الزنب ان انا اندم عليه ان ندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة ان انا اعزم على عدم العودة الى فعل هذا الذنب او المعاصي مرغبا كما لا يعود اللبن الى الضرع رابعا بقى الشرط الاضافي بقى ان انا لو انا زنوبي متعلقة بمظالم او بحقوق الناس لابد ان ارد هذه الحقوق الى اصحابها لابد ان اتحلل هذه المظالم سواء المظالم مالية او المظالم معنوية غيبة ونميمة وايهانة وكذا فانا في الحالة دي مطالب بقى انا كانت حق مجتمع انا الرشوة اللي خدتها علشان امرر خطأ او اسكت على ظلم او فساد او كذا هذه الرشوة انا اخذتها فانا ظلمت بها مجتمعا صحيح دي ما العام لابد ان ارد هذا المال الى مستحقه من مستحقه المجتمع الدولة الارض التي امران الله باعماره فشوف حضرتك كل واحد بقى هو الذي يستطيع ويحدد كيف يؤدي هذا المال الى صاحبه الذي نهبه منه او سلبه منه هو ايضا لحد ده شرط من التوبة برضو لازم اسأل فضلتك يعني الى اي مدى يؤثر فكرة او تؤثر فكرة التهرب الضريبي على المصلحة العليا للبلاد او مصالح البلاد والعباد حتى قطعا قطعا هي ايه لماذا يعني يحرم الشرع الحنيف عملية التهرب من الاموال التي تفرضها يفرضها ولاة الامر يعني لمصالح الناس او اصلاح الارض لان ده ربما يؤثر ذلك مباشرة على مصالح الفقراء الذين يحصلون من الدولة مثلا مصالح معينة او حقوق معينة هو لا يعمل ارباب المعاشات مثلا اللي هم لا عمل لهم الناس اللي هي تستهلك ولا تنتج القطاعات المستهلكة غير المنتجة الشق تمهيد الطرق والمصارف والمصارف المائية حقوق كثيرة جدا جدا منوطة بهذه الاموال التي تدفع كما قال امام الجويني من مياسير الناس فيحنا اذا لم تدفع هذه الاموال واجتهد كل ميسور او كل غني في ان هو يمنعها او يقلل منها او يتهرب منها بالشكل الذي يراه سيؤدي ذلك الى تعطيل المصالح والى خراب الدنيا والى ظلم الفقراء والى يعني التضييق عليهم لان ان في المال حقا سوى الزكاة اولا كلنا لو ادينا زكاة اموالنا باذن الله نقلص ما استطعنا من قصة الاحتياج احتياج الفقير لان ما جاع فقير الا ببطنة غني كما قال لكن احنا هناك مصالح عامة هناك حقوق عامة هناك نهوض بقطاعات زي الصحة زي التعليم زي الطرق زي الامنة زي 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 هذه المصالح كلها بتحتاج الى دعم من ميسوري الحال من ابناء المجتمع وبالتالي لجوء الى الكذب من اجل التهرب من الضرائب تأثير مباشر على شخص يأثم طبع قطعا قولا طب هل يمكن القول انه التهرب من الضرائب كبيرا من الكبائر فضلت الدكتور ربيع والله يعني هو حتة انه كبيرا من الكبائر هو الكبيرة معناها كل زنب انتوعد الله عز وجل فاعله بالزنب بالعقاب الشديد او بالغضب او بكذا فنقدر نقول ان فعلا اذا ادى هذا المنع وهذا التهرب الى ظلم مباشر للمجتمع وتأثير مباشر على مصالح الناس وتضيع لحقوق الناس وتعطيل خدمات النهوض بالمجتمع طبعا ده زنب كبير جدا